أحمد سليمان يكشف تفاصيل تجديد عقود لاعبي الزمالك وانضمام كريم العراقي من المصري تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي الزمالك في مقابلة تلفزيونية عبر قناة الديم سي عن أحدث التطورات داخل الفريق الأبيض كشف سليمان عن جهود مجلس الإدارة في دعم الفريق بشكل قوي سواء من خلال التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد عقود اللاعبين الحاليين أكد سليمان أن هناك اقتراباً من تجديد عقود بعض اللاعبين قبل نهاية الموسم الحالي وأشار إلى الحالة الإيجابية التي أحدثتها الصفقات الجديدة مع التركيز على أهمية تعزيز الفريق بلاعبين ذوي خبرة وفي سياق متصل أكد سليمان أن عبدالله السعيد يعد إضافة قوية للفريق مشيراً إلى تجديد عقد اللاعب كريم العراقي القادم من المصري وكيف رفض انتقاله في يناير الماضي من قبل المصري أشار إلى جهود رئيس النادي حسين لبيب ومدير الكرة عبدالواحد السيد في فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ينتهي عقدهم نهاية الموسم وفي ختام حديثه أكد سليمان أن النادي يسعى لإسعاد الجماهير والعمل على استعادة البطولات للفريق ترجمة نانسي قنقر